السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيديو النهاردة ازاي اوسع اسورة البلوزة مظبوطة لكن الاسورة دايقة ولان في عراوي وفي زراير فانا مش هقدر العب كتير في الاسورة لازم اعمل حاجة كده سحرية بطريقة احترافية تمام طيب عندكم معباية دي مش محتاجة سواء فيكم معباية او في شريط عندك او في ضنطيل عندك اي حاجة موجودة شايفين الرسمة دي التطريز اللي انا شايفها على الحرف ده رائع جدا جدا تمام هشيل بس كده ايه واحد سانت زيادة فوق التطريز علشان انا لو قصيت على التطريز هينسلو يبقى شكله مش حلو ابدا هنعمل لايك فضلا وليس امرا وشجعوا معنا الافكار الصغيرة الصغيرة البسيطة الخفيفة ان شاء الله تستفيدوا منها وتساعدكم في الاحتراف في المشروع بتاعكم طيب بصوا بقى انا كده هعمل ايه في الاسورة دي هقسمها بالنص تمام الاول هساوي القصة بتاعتي علشان اعملها على الاسورتين علشان تكون مصبوطة مش في كل مرة ااخد قياس جديد تمام هاخد الاسورة دي اهي واروح اصها بالنص بالزبط انا سايبها مشبوكة في الحرفة عشان انتي لو مبتدئة ما تقعدش محتارة هتركيبي من انهي اتجاه تمام طيب بصوا بقى كده عملنا لايك نسينا طيب نسيلي حالة نعمللنا لايك شجعينا كل سنة وانتو طيبين العيد على الابواب بشيل الخرص بأدية علشان مايكسر ليش ابرة المكنة علشان مايبوز ليش كورشيب تاع المكنة ويدخل في تكلفة كبيرة بصوا بقى اهو كده انا شيلت المكان اللي اخيت منه واشيل الخرص كمان من جنب المكنة واتني كده تانيتين اساوي بهم الشكل من فوق علشان يتركب على طول وما ياخدش مني اي وقت حتى اللايك ما هياخدش منك اي وقت والله تعليقاتكو جميلة وبحبها جدا جدا وحتى لو النقد سلبي برضو بحطه في اعتباري وبرضو بحاول دايما على التحسين وعلى الاجتهاد بشيل الخيوط مهم جدا جدا اساويها واشيل الخيوط كويس جدا جدا طيب الاسورة اهم والقطع اهم وباخدها بالشكل ده وخيط تمام اهو بساويها كويس جدا لازم اساوي ولازم اشوف اه القطع قدامي ولازم اشوف كل حاجة وانا بعملها قبل ما اخيط واسبت كويس قوي من فوق ومن تحت واشيل الزيادات والخيوط اللي ممكن يبقى شكلها مش لطيف اهو بصوا بقى كده اهو وباخد الجنب التاني بالشكل ده وبصراحة الاسورة طلع في النهاية شكلها جميل جدا جدا صاحبة البلوزة ما صدقتش نفسها النتيجة لان الاول قالت لي طب نزود حيطيتها ماشا زي السمكة ونحط قاستك وكان شكلها مش هيبقى لطيف ابدا بصوا بقى الجزء اللي انا سايبها مشبوك ده سايبها مشبوك ليه علشان خاطر اجا ركبه طيب بصوا بقى كده ولو حابة تركبيها بطريقة تانية ما فيش اي مشكلة اني بتاخديها كده من فوق اهو وتخيطيها لو عندك اوفر اعمليها لو ما عندكيش خيطيها كده بس مرة تنفق بعض وسبتيها يعني نيميها كده على القماش وخيطيها خيطة من فوق هتبقى سابتة ومش هيبان منها حاجة ابدا بفك الكسرات اللي في الكم عشان خلاص الاسورة وسايد خلاص المفروض ان انا افك كسرتين تلاتة كده التوسيع اللي انا عملته اهو اتمنى الفيديو اعجبكو يا جماعة متنسوناش في اللايك وفي الشير واشكركم جدا جدا على وصول قناتي خيطة وتدبير واعادة تدوير لستمائة الف ومشترك في شهر رمضان الكريم وفي ليلة السبعة وعشرين كان من الحاجات اللي فرحتني جدا 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 شكرا لكل الناس اللي معانا من الاول لغاية النهاردة شكرا للناس اللي موجودين معايا في قناتي خياطة اسهل مع ام عبد الرحمن شكرا للجميع والشكر ربنا اولا واخيرا وقبل اي حد الفضل لله سبحانه وتعالى ربنا يوفقكو جميعا اللهم امين شايفين شكل الاسويرة بتاعتنا بعد التعديل اللي عملناه والتوسيع اللي عملناه ادت شكل مهم وحلو جدا جدا وكانها متفصلة كده اهو بصو بقى الجمال شايفين والزرارة زي ما هي وما اصرتش عليها واللون اسويت كله بس انا نفتح الاضاءة عشان تكون واضحة كل سنة وانتو طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته